في يوم الخامس والعشرون من أغسطس قامت وكالة واجيب تحميل صورة مع عنوان ليسا فرست سنجل ألبوم لليسا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بفرقة بلاك بينك والذي سيكون في العاشر من سبتمبر لعام 2021 والآن توقعات الجماهير عالية جدا وفي الملصق تبدو ليسا مزيلة مع فستان أحمر داكن مع تسريحة شعر الضفيرة التي جذبت الانتباه كثيرا غمر مستخدمي الانترنت أقسام التعليقات بتوقعات عالية جدا مثل العاشر من ديسمبر تعالى قريبا حان الوقت لتفجير مخطط بيلبورد هذا هو الألبوم الأكثر توقعا لهذا العام لا ليسا اسم الأغنية أليسا كذلك إنها مجرد دعايا لكني أبكي والكثير من التعليقات الأخرى من جميع بلدان العالم وفي وقت سابق أفيد أن ليسا ستكون العنوة السالسة من فرقة بلاك بينك التي ستصدر ألبومها الفردي بعد جيني وروزي ستظهر ليسا بألبوم واحد بعنوان لا ليسا والذي سيصدر في العاشر من سبتمبر الساعة الواحدة مساء بتوقيت قرية جنوبية والثانية عشر صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وقبل ذلك كانت ليسا تنشر صورا في الاستوديو بشكل دعائي مع كلمات what's my name فهل هذا تلميح إلى أن الألبوم الفردي يحمل اسمها الحقيقي؟ في إخبار أخرى في الرابع والعشرون من أغسطس ظهرت بلاك بينك على لافتة إعلانات أديدس الترويجية على العديد من المواقع الإلكترونية في الصين ومع ذلك شعر المعجبون بالحزن لأن اللافتة تضم ثلاثة أعضاء فقط بدون جيسو وفي المقطع الدعائي أيضا اختفت جيسو فأعضاء بلاك بينك أربعة أشخاص لكن لماذا كانت جيسو مستبعدة من دون سبب لذلك انتقد المعجبون العلامة التجارية الشهيرة أديدس لمعقفهم الغير مهني ورفع المعجبون شعار أديدس احترم جيسو إلى قمة التويتر في جميع أنحاء العالم ما يصير غضب المعجبون هو أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إهمال جيسو من قبل أديدس في الحملات الإعلانية حدث هذا أكثر من مرة واحدة وإدعت الشركة أن الطباعة لم تكتمل في إنهاء السور الترويجية ولكن لم يظهر سوى ثلاثة أعضاء فعليا العديد من المعجبون غاضبون لأن جيسو دائمة متحمسة جدا للترويج لهذه العلامة التجارية على مواقع تواصل الاجتماعي الخاصة بها حتى أنها ارتدت حزاء أديدس الذي تم بيعه في زمن قياسي بسنغافورة بعد ذلك ومع ذلك لماذا استبعدت أديدس العضوى تجيسو بطريقة غريا عادلة لا يعتقد المعجبون أنه إذا لم تقدم أديدس تفسيرا وتحليل بيان يفصل مقاطعة العلامة التجارية لها فإن المعجبون سوف يقاطعون الشركة بالإضافة إلى أن الجمهور يريد من وكرة واجي إبداء رأيها حول شروط التعامل مع بلاكبينك لأنهم يتم انتقادهم الآن بسبب عدم الاهتمام بمثل هذا الموقف من ما أدى إلى انقصام الجماهير ليقول المعجبون على التويتر التالي ما الصعوبة في وضع الأعضاء الأربعة معا في الإعلان يجب على وكالة واجيء التركيز والتنسيق مع العلامات التجارية لضمان عدم موجود أي ظلم بين الأعضاء لا بد أن الموظفون المسؤولون عن هذا القسم في شركة أديدس ليس جيدين إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة وشكرا لك إلى اللقاء اشتركوا في القناة